اشتركوا في القناة الآن حبيباتي بيحكي لك اعتمدت وحدة قياس مساحة المربع الذي طول ضلع 1 سنتيمتر أي هي وحدة قياس معيارية وتسمى سنتيمتر مربع ويرمز لها برامز سنتيمتر مربع إذن هاي السنتيمتر مربع أو التربيع اللي موجودة فوق السنتيمتر تعبر عن وحدة المساحة لذلك أول ما أشوف هاي التربيع إذن بعرف أنه أنا بتحدث عن وحدة مساحة الفرق بين السنتيمتر العادي وبين السنتيمتر المربع هو أنه السنتيمتر العادية هي تعبر عن وحدة قياس طول بينما السنتيمتر المربع تعبر عن وحدة قياس مساحة الآن أخذوا هذا المربع وأفترضوا أنه هذا المربع طول ضلع 1 سنتيمتر وإحنا كنا منعرف أن المربع جميع أطوال أضلاعه متساوي لذلك جميع أطوال الأضلاع تساوي 1 سنتيمتر إذن أخذوا هذا المربع كقياس معياري لاستنباط وحدة قياس المساحة المعيارية اللي هي تعبر عن سنتيمتر مربع طبعا المربع كقانون للمساحة هو عبارة عن الضلع ضرب الضلع لذلك لما بيأضرب 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر كأني بقول 1 ضرب 1 يعني كأني بقول 1 تربيع وأيضا سنتيمتر ضرب سنتيمتر هي عبارة عن سنتيمتر تربيع ومن هون أجا مسمى التربيع لوحدات المساحة الآن بدنا نتعلم مع بعض عن أدراج التحويل اللي ظهري أمامك هون إحنا كنا ناخد سابقا أنه درجة التحويل هاد خاص بالمتر ثم الديسيمتر ثم السنتيمتر والمليمتر لكن في وحدات المساحة هنا في عندي تربيع فوق كل وحدة متر مربع، ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع ومليمتر مربع والفرق الآخر أنه في وحدات قياس الطول كانت عندي العامل اللي موجود هون هو العامل عشرة لكن بما أني أتحدث عن مساحة يصير عندي العامل مئة إذن تحت كل درجة في عندي العامل مئة وزي ما تعلمنا وأنا نازل الدرجة بضرب وأنا طالعة بقسم أي لما بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة بكون تكون العملية ضرب ولما بحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة بتكون العملية قسمة الدرجة الآخر اللي وارد معنا هو الدرجة الصغيرة اللي احنا متعلمينها على جنب اللي هي الكيلومتر والمتر طبعاً الكيلومتر والمتر هي وحدات قياس طول لكن لما أحط فوقها التربيع إذن أنا أتحدث عن وحدات مساحة الآن كان بين الكيلومتر والمتر العامل كان ألف لكن الآن العامل أصبح مليون كأني بقول ألف ضرب ألف الآن الدرجة الأخيرة واللي هو حيكون نوعاً ما جديد علينا اللي هو وجود وحدة الدنم والدنم إذا بنسمع فيها لما مثلاً بدنا نشتري قطعة أرض بنقول مثلاً مساحة هاي الأرض عبارة عن تنين دنم تلاتة دنم هذا الدنم يساوي ألف متر مربع إذن الدنم والمتر المربع العلاقة اللي بينهم إنه كل واحد دنم بساوي ألف متر مربع وطبعاً بالنسبة لهدول الأدراج نفس تعاملي مع هذا الدرج الكبير وأنا نازلة بضرب وأنا طالعة بقسم أي لما بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة بضرب ولما بحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة بقسم الآن حبيباتي راح نختار هون وحدة قياس مناسبة لكل من المساحات التالية الآن في عنا المزرعة المزرعة طبعاً المقصود فيها أنه هي مساحة كبيرة لذلك نحتاج لوحدة قياس كبيرة وضمن وحدات القياس الكبيرة اللي أنا ممكن أستخدمها لقياس مساحة مزرعة اللي هي الدنم الآن سطح علبة حلوة أو حلويات طبعاً سطح علبة الحلويات هي مش كبيرة كتير ولا صغيرة كتير لذلك الوحدة المناسبة لإلها هي وحدة السنتيمتر المربع الآن سطح طاولة راح نختار لها المتر المربع لأنه هي مش كبيرة كتير ولا حتكون عندي صغيرة بصغر الملي متر المربع إذن المتر المربع هي وحدة قياس مناسبة نوعاً ما لقياس مساحة سطح طاولة سطح ورقة الدفتر المدرسي أيضاً بإمكاننا نستخدم السنتيمتر المربع وسطح المبرع بوحدة الملي متر المربع إذن هذولا وحدات القياس المساحة بلاحظ أنه جميعهم عليهم تربيع معادة الدنم لأنه الدنم بحد ذاتها هي وحدة قياس مساحة فقط لكن عشان أميز ما بين وحدات قياس الطول وقياس المساحة أضع التربيع فوق وحدات قياس المساحة إذن هون في عندي تربيع، هون تربيع، هون تربيع، هون تربيع الآن في هذا السؤال، اللي هو السؤال الأول صفحة 136 طالب مني أختار وحدة قياس مناسبة لكل قياسات المساحات التالية الآن بيقولك في عندك سطح طاولة قياسه 75% من أكيد حتكون المتر المربع وليس سنتيمتر مربع لأنه المتر المربع هي الأنسب لقياس مساحة سطح طاولة أرض مطار الملكة علياء طبعا أرض مطار الملكة علياء هو عبارة عن 22 دنم طبعا هاي حقيقة يعني لو فتحنا مثلا على جوجل أو جينا بدنا نبحث عن هذا الموضوع رح بنلاقيها هي عبارة عن 22 دنم لذلك هي عبارة عن أرض أو مساحة كبيرة جدا الآن في عندي سطح علبة مناديل وراقية طبعا إحنا كنا بنعرف أنه علبة المناديل هي مش كبيرة كتير ولذلك بنستخدم لها وحدة السنتيمتر المربع إذن 240 سنتيمتر مربع الآن منزل هو عبارة عن مساحة منزل وعبارة عن نص أو خمسة جزء من عشرة من إيش من دنم إذن المنزل بياخد مساحة مقدارها نص دنم أكيد ما رح أقول نص سنتيمتر مربع ولا نص متر مربع لذلك المنزل بياخد نص دنم الآن حبيباتي في عمليات التحويل بدي أنتبه لشغلة كتير مهمة اللي هي كنا نحكي عنها في الدرس السابق كنا بنحكي عن عندي مجموعة من الخطوات نلجأ لها في عملية التحويل ما بين وحدات القياس شو ما كانت وحدات القياس؟ أول خطوة ننزل العدد ثاني خطوة نحدد الإشارة وثالث خطوة نجد العامل الآن انتبهي علي عندك هنا 21 ديسيمتر مربع بدي أحولها إلى سنتيمتر المربع طبعا الدرج المناسب لعملية التحويل هاي هو هذا الدرج اللي هون لأنه في عندي في ديسيمتر وفي عندي سنتيمتر بلاحظني أنا واقفة عند الديسيمتر وبيدي أنزل درجة باتجاه السنتيمتر أول خطوة رح بتكون أني بنزل العدد 21 ثاني خطوة بدي أحدد الإشارة أنا عمالي بنزل من الديسيمتر إلى السنتيمتر إذن بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة لذلك هتكون العملية عندي ضرب الآن نجد العامل لحظي أنه أنا نزلت درجة واحدة معناته أنا عندي عامل واحد مقداره 100 تمام مرة الديسيمتر مربع أنا نزلت له باتجاه السنتيمتر مربع أي نزلت درجة واحدة معناته عندي عامل واحد هذا العامل قدش مقداره مقداره 100 إذن 21 ضرب 100 وتساوي 2100 الآن في عندي هون 30 ديسيمتر مربع قدش بتساوي متر مربع لاحظ أنه برضو الدرجة المناسب لعملية التحويل هاي هو هذا الدرجة أول خطوة ننزل إلى عدد اللي هي 30 تاني خطوة نحدد الإشارة لاحظ أنه أنا بحول من ديسيمتر مربع إلى متر مربع وبالتالي أنا واقفة عندي ديسيمتر مربع بدي أحول لمتر مربع فإذن لاحظ أنه العملية هتكون عندي قسمة لأني بحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة الآن بيتبقى علي أجد العامل لاحظ معي من ديسيمتر مربع إلى متر مربع بلاحظ أني أنا طلع الدرجة واحدة معناته أنا عندي عامل واحد وقيمة هذا العامل هو 100 إذن 30 تقسيم 100 لاحظ أنه بقدر أستبدل عملية القسم بخط الكسر لأنه حكينا سابقاً أنه خط الكسر هو نوع من أنواع القسم الآن أو بقدر أقول أنه صفر اليمين وصفر اليمين بيروح بصف عندي 3 تقسيم 10 وتساوي 3 جزء من 10 أو 30 جزء من 100 الآن المسألة اللي بعدها 6 دنم تساوي متر مربع الآن بدي أحول هذا الدنم إلى متر مربع طبعاً الدرجة المناسب لعملية التحويل هاي هو الدرجة الصغيرة اللي موجودة عندي هون وبالتالي بنزل العدد 6 هينزلنا ومن ثم أحدد الإشارة لاحظ أنه أنا بحول من دنم إلى متر مربع يعني أنا نازل الدرجة نزول وبالتالي حتكون الإشارة ضرب لأني بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة الآن نجد العامل الآن لاحظي معي أنا ننزل الدرجة واحدة هاي الدرجة من دنم إلى متر مربع وقيمة هاي الدرجة أو قيمة هذا العامل هو هون ألف وليس مئة لاحظي وانتبه معي ولازم تحفظي العوامل بطريقة صحيحة الآن هذا العامل ألف رح أضرو فيه وبالتالي 6 ضرب ألف رح يعطيني 6 ألاف الآن حبيباتي في عندي 3200 ديسمتر مربع بدي أحولهم إلى متر مربع طبعا الدرجة المناسب لعملية التحويل هو هذا الدرج وبالتالي أنا بدي أحول من ديسمتر مربع إلى متر مربع يعني أنا برضو بدي أطلع الدرجة طلوع أول خطوة حكينا من نزل العدد هين نزلنا هون ثاني خطوة بحدد الإشارة من ديسمتر مربع إلى متر مربع العملية رح بتكون عندي قسمة وبالتالي رح أقسم على عامل هذا العامل قيمته بعدد الدرجات اللي أنا رح أطلعهم من ديسمتر مربع إلى متر مربع أنا أطلع الدرجة واحدة وبالتالي قيمة هذه الدرجة 100 حسب العامل الموجود عندي تحت الدرجة وبالتالي 3200 ناقص 100 صفر اليمين بيروح مع صفر اليمين وصفر اليمين أيضا مع صفر اليمين الآخر وبلاحظ أني أنا لما بشطب أصفار اليمين بشطب الأصفار المتساوية في القيمة البنزلية يعني صفر الأحد هاد مع صفر الأحد وصفر العشرات مع صفر العشرات وبالتالي بصفي عندي 32 تقسيم واحد ويساوي 32 الآن في عندي 5000 مليمتر مربع كم بتساوي سنتيمتر مربع الآن انتبهي عليه أنا واقفة عند المليمتر المربع هذا المليمتر المربع اللي موجود هون لما أنا بدي أحول إلى سنتيمتر مربع رح أضطر أحط الإشارة قسمة أول خطوة نزلنا العدد وبالتالي تاني خطوة بدي أحدد الإشارة الإشارة رح بتكون عندي قسمة لأن على شو بدي أقسم لاحظ أنه أنا لما بحول من مليمتر مربع إلى سنتيمتر مربع أنا أطلع الدرجة واحدة فإذا عندي عامل واحد قيمة هذا العامل هو 100 لأن خمس آلاف تقسيم 100 بلاحظ أنه زي ما حكينا قبل شوي بشطب الأصفار المتساوية في القيمة المنزلية وانا في عندي صفر أحد بيروح مع صفر الأحد صفر العشرات مع صفر العشرات تبقى عندي خمسين تقسيم واحد ويساوي خمسين لأن ستة ديسيمتر مربع كم بتساوي مليمتر مربع لأن انتبهي علي وانا في عندك في السؤال بيحكي لك أول خطوة راح بننزل الستة لما نزلنا الستة تاني خطوة بدي أحدد الإشارة بلاحظ أني أنا واقفة عند الديسيمتر المربع بدي أنزل باتجاه المليمتر المربع وبالتالي أنا راح أنزل لحظة معي كم درجة من ديسيمتر مربع إلى سنتيمتر مربع ومن سنتيمتر مربع إلى مليمتر مربع يعني أنا نزلت درجتين هيا لحظة معي تبهي معي على البوينتر واحد نين أنا نزلت درجتين معناته عندي عاملين قيمة كل عامل مئة معناته أنا راح أقول ستة ضرب مئة ضرب مئة من وين أجت المئة والمئة من إنه أنا نزلت درجتين معناته أنا عندي عاملين وبالتالي ستة ضرب عشرة آلاف وتساوي ستين ألح الآن في عندي هون سبع آلاف ومائة سنتيمتر مربع كم بتساوي متر مربع الآن لحظي معي أنا واقفة هنا عندي سنتيمتر مربع وانتبهي على حركة البوينتر اللي رح أطلعها أول خطوة رح أنزل العدد 7100 الآن رح أطلع الدرج وانتبهي معي سنتيمتر مربع إلى ديسيمتر مربع وديسيمتر مربع إلى متر مربع لحظي أنه أنا طلعت درجتين معناته أنا عندي عاملين قيمة كل عامل 100 وبالتالي عندي 7100 تقسيم عندي 100 ضرب 100 إحنا حكينا سابقاً أنه الإشارة بين العوامل دائماً ضرب يعني أنا هون طلعت درجتين عندي عاملين هدول العاملين اللي أنا عندي إياهم دائماً الإشارة بينهم ضرب بغض النظر عن العملية الأساسية تبعد المسألة يعني هون 7100 تقسيم داخل القوس رح بحط 100 ضرب 100 وبالتالي رح بيطلع معاي 7100 تقسيم 10000 وبالتالي صفر اللي موجود هون اللي هو الأحاد رح بيروح مع صفر الأحاد صفر العشرات مع صفر العشرات وبالتالي رح بتبقى معاي 7100 تقسيم 100 وتساوي 71 جزء من 100 الآن حبيباتي رح ننتقل له السؤال الثاني صفحة 138 بيقولك حول 12 متر مربع إلى سنتيمتر مربع أول خطوة ننزل العدد اللي هو 12 ثاني خطوة نحدد الإشارة من متر مربع إلى سنتيمتر مربع بلاحظ أنه أنا رح أنزل درجتين لحظي معاي من متر مربع إلى ديسي متر مربع من ديسي متر مربع إلى سنتيمتر مربع أنا نزل الدرجتين معناته عندي عاملين الإشارة بين العوامل دائما ضرب شو يعني الإشارة بين العوامل دائما ضرب؟ عندي هنا 100 و100 إذن أنا نزل الدرجتين عندي عاملين وبالتالي هون رح بيكون عندي 12 ضرب 100 أو ضرب 100 عفوا اللي حتكون بين أقواص وبالتالي رح بتصير عندي المسألة 12 ضرب 10 ألاف وتساوي 120 ألف سنتيمتر مربع الآن بحظي معاي الآن بدي أحول الأمتار المربعة إلى الكيلومتر مربع فبالتالي لازم أوجد الدرجة المناسبة هذا هو الدرجة المناسب وبالتالي هون رح بنزل العدد ومن ثم أحدد الإشارة طبعا من متر مربع إلى كيلومتر مربع حتكون العملية قسمة لأني بحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة وبالتالي رح أقسم على العامل الوحيد اللي ما في غيره اللي هو مليون طبعا بلاحظ هون أنه أنا لما أجي بدي أشطب الأصفار بشطب الأصفار المتساوية في القيمة المنزلية وبالتالي بتصفي معي المسألة واحد وتسعين تقسيم عشرة وتساوي تسعة وواحد جزء من عشرة طبعا من ونأجت هاي حكينا أي عدد ما إلوش أصفار تنشطب فيه بيكون عنده فاصلة موجودة على اليمين أحركها إلى اليسار بعدد أصفار اليمين إذن رح أحركها منزلة واحدة باتجاه اليسار لتصبح عندي تسعة صحيح وواحد جزء من عشرة كيلومتر مربع الآن سبعة دنومات كان بتساوي متر مربع أول خطوة ننزل العدد الثاني خطوة بدي أوجد الدرجة المناسبة أكيد هاي حتكون هون عندي إياها هاد الدرج وبالتالي من دنوم إلى متر مربع حتكون عندي العملية ضرب لإني بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة الآن نجد العامل طبعا العامل ما فيه غيره اللي هو العامل ألف وبالتالي بيساوي عندي سبعة آلاف الآن حبيباتي رح ننتقل له الجزء العملي من وحدات قياس المساحة رح نطبق على وحدات قياس المساحة من خلال هاي المسائل رح تنعرضها أمامك الآن بيقولك استخدمت سعاد خمسين ديزمتر مربع من الشرائط الملونة بحصة التربية الفنية واستخدمت فرح ستة آلاف خمسمائة سنتيمتر مربع منها من استخدمت أكثر طبعا لما بشوف هاي العبارة في السؤال لازم أعرف أن السؤال بتحدث عن مقارنة لكن لازم أنتبهي أثناء عملية المقارنة عندي أنه تكون الوحدات متساوية يعني هاي الوحدة اللي هون بلاحظ أنها ديزمتر مربع واللي استخدمته فرح سنتيمتر مربع طبعا رح ألجأ لدرجة التحويل المناسب طبعا درجة التحويل هاي اللي قبل شوي كنا بنحكي عنها لذلك أول خطوة رح أعملها إما بحول السنتيمتر مربع إلى الديسيمتر مربع أو الديسيمتر مربع إلى السنتيمتر المربع وأنا اخترت هون أني أحول الديسيمتر المربع إلى السنتيمتر المربع طيب أول خطوة ننزل العدد اللي هو الخمسين تاني خطوة بحدد الإشارة من ديسيمتر مربع إلى سنتيمتر مربع رح بتكون عندي العملية ضرب لأني بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة لاحظين أن نزلت من ديسيمتر مربع إلى سنتيمتر مربع درجة واحدة معناته عندي عامل واحد قيمة هذا العامل هو مئة وبالتالي خمسين ضرب مئة رح بساوي عندي خمسة آلاف سنتيمتر مربع الآن أصبحت وحدة اللي استخدمته سحاد بسنتيمتر المربع واللي استخدمته فرح بوحدة السنتيمتر المربع لذلك أستطيع الآن عملية المقارنة الآن اللي استخدمته سحاد هو 5000 سنتيمتر مربع واللي استخدمته فرح 6500 سنتيمتر مربع بلاحظ أنه 6500 هي أكبر من 5000 وبالتالي اللي استخدمته فرح هو الأكثر الآن حبيباتي بيحكي لك السؤال لدى تاجر 3000 ديسمتر مربع من القماش الملون باع منها 20 متر مربع كم بقية لديه؟ طبعا بلاحظ دائما وجود هاي الكلمة يعبر عن عملية طرح وبالتالي رح أطرح اللي باعه من اللي كان لديه وبالتالي العملية رح بتكون عندي 3000 ديسمتر مربع ناقص 20 متر مربع الآن ما رح أقوم بعملية الطرح بدون ما أوحد وحدات القياس اللي أنا عندي إياها هون فإنتي لكي حرية الاختيار إما بتحول الديسمتر مربع إلى المتر المربع أو المتر المربع إلى الديسمتر المربع أنا اخترت هون أنه نحول 3000 ديسمتر مربع إلى المتر المربع وبالتالي رح ننزل العدد اللي هو 3000 ومن خلال درجة التحويل بلاحظ أنه من ديسمتر مربع إلى متر مربع رح بتكون عندي العملية قسمة قسمة لأني بحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة الآن من ديسمتر مربع إلى متر مربع أنا أطلع الدرجة واحدة معناته عندي عامل واحد قيمة هذا العامل هو العدد 100 وبالتالي رح أحذف الأصفار صفر الأحد مع صفر الأحد وصفر العشرات مع صفر الأحد يتبقى عندي 30 تقسيم واحد وتساوي 30 متر مربع الآن مكان 3000 ديسمتر مربع وضعنا 30 متر مربع ناقص 20 متر مربع هاي ما اشتغلنا فيها إشيه وبالتالي 30 ناقص 20 عشرة متر مربع بلاحظ أنه في قيامي في عملية الطرح أنه لازم تكون الوحدات زي ما هي متر مربع متر مربع متر مربع ممنوع يكون في اختلاف الآن حبيباتي ننتقل للسؤال الثالث صفحة 138 بيقولك السؤال مساحة إحدى القرى السياحية 2 كم مربع ضمت البلدية إليها منطقة مساحتها 25 ألف متر مربع كم أصبحت مساحة القرية بالأمتار المربع؟ الآن لاحظي معي واضح أن السؤال بتحدث عن عملية جمع لأنه من كلمة ضمت معناته في عندي عملية إضافة إذن هون في عندي 2 كم مربع رح بجمع لها 25 ألف متر مربع وبالتالي لازم أنتبه أنه الوحدات القياسية اللي موجودة هون عندي مختلفة هون عندي كم مربع وهون عندي متر مربع طبعاً لازم أختار الدرج المناسب في عملية التحويل طبعاً أنا هون اخترت أنه تكون عندي أحول الكيلو متر مربع إلى الأمتار المربع لأنه هون أسهل لي من أني أحول المتر المربع إلى الكيلو متر مربع لأنه هون رح أحتاج أني أقسم على مليون وبالتالي رح أطرق لعملية وجود فاصل عشرية أنا بيغنى عنها هون لذلك رح أحول هاي الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة حتى تكون عندي عملية الضرب أسهل بكتير الآن انتبهي علي أنا اخترت أحول 2 كم مربع إلى المتر المربع وبالتالي أول خطوة ننزل العدد اللي هو 2 ثاني خطوة نحدد الإشارة من كم مربع إلى متر مربع بلاحظ أن العملية عندي إياها ضرب لأني بحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة الآن نجد العامل هذا العامل طبعاً ما فيه غيره هو اللي نضرب فيه ونقسم عليه اللي هو مليون وبالتالي 2 ضرب مليون رح بيعطيني 2 مليون متر مربع لتصبح مساحة الأرض عبارة عن 2 كم مربع رح نحط مكانها 2 مليون متر مربع وال25 ألف متر مربع رح تنزل بمكانها وبالتالي طلعت معاي المساحة بالأمتار المربع إذن لازم تكون الوحدات اللي موجودة هون في عملية الجمع هون متر مربع هنا متر مربع وأيضاً هون لازم تكون عندي متر مربع ممنوع يكون فيه اختلاف الآن حبيباتي السؤال الأول من تمارين ومسائل بيقولك اختاري وحدة القياس المناسبة سنتمتر مربع متر مربع كيلو متر مربع ودنم لقياس مساحة كل مما يأتي سطح ممحة الآن الممحة احنا نعرف انها صغيرة كتير وبالتالي هي عبارة عن 3 شو بالمنطقة احنا نفكر رح نلاقي انها 3 سنتمتر مربع لأنه تقريباً وقياسياً هي عبارة عن سنتمتر مربع تستخدم للممحة جدار في غرفة هذا الجدار رح بتكون عبارة عن متر مربع لأنه الجدار له كتير زيادة عن اللزوم كبير وله صغير كتير وبالتالي رح بتكون واحدة القياس الخاصة فيه منطقياً هي عبارة عن متر مربع سطح منزل عبارة عن 300 أيضاً متر مربع ليش اخترنا متر مربع؟ لأنه لو حكينا 300 دنم ايش كتير كبير هذا وبالتالي مستحيل تكون 300 دنم لو حكينا كيلو متر مربع أيضاً حتكون عبارة عن ايش كتير كبير وبالتالي المتر المربع هي الوحدة الأنسب لهذا العدد اللي هو 300 البحر الميت هو 605 كيلو متر مربع وهي عبارة أيضاً عن حقيقة لو بحثنا في جوجل عن مساحة البحر الميت رح بنلاقيها 605 كيلو متر مربع الآن السؤال الثاني أمي ألف باجيم لكن جيم هون عندي مظاهرة هتكون عندك هذا السؤال واجب كاملاً وبتمنى أنك تبعتي لي حله على الواتساب لحتى نشيك الحل الآن حبيباتي السؤال الثالث بيحكي لك أرض مساحتها 3 كيلو متر مربع اقتطعت منها البلدية 320 ألف متر مربع لعمل شارع ما المساحة المتبقية من الأرض بالكيلو مترات المربع لاحظي أن كلمة اقتطعت تعني طرح وأيضاً كلمة ما المساحة المتبقية أيضاً تدل على أن العملية طرح الآن في عندي هون 3 كيلو متر مربع له المساحة الكلية رح أشيل منها 320 متر مربع الآن طالب مني في السؤال أن تكون وحدة الناتج النهائي بالكيلو متر مربع لذلك أنا مضطرة أحول هذا المتر المربع إلى كيلو متر مربع لحتى أقوم بعملية الطرح بطريقة مناسبة الآن نختار درجة التحويل المناسب وبالتالي هون لما بدي أحول رح أحول الـ 320 ألف متر مربع إلى كيلو متر مربع وبالتالي ننزل العدد ومن ثم نقسم على مليون اللي هو العدد اللي موجود عندي هون وبالتالي الأصفار رح بتروح مع بعض ويتبقى عندي 32 تقسيم 100 ويساوي عندي 32 جزء من 100 الآن 3 كيلو متر مربع رح تنزل زي ما هي لأني ما اشتغلت فيها إشي وعملية الطرح بتنزل وهي 320 ألف متر مربع رح تنزل 32 جزء من 100 كيلو متر مربع لأني حولتها من متر مربع إلى كيلو متر مربع الآن لما أطرح هذا العدد وهذا العدد من بعض أكيد رح تطلع عندي وحدة الإجابة النهائية بالكيلو متر المربع لأنه الوحدة هون حتكون عندي كيلو متر مربع وبالتالي ناتج بوحدة الكيلو متر المربع طبعا قيامة بعملية الطرح طبعا احنا أخذنا طرح الأجزاء العشرية رح بنرتب الأعداد فوق بعض هذا العدد فاصلته رح بتكون على اليمين نضع الفاصلة فوق الفاصلة الأعداد الصحيحة فوق الأعداد الصحيحة وأيضا الأجزاء المتشابهة في القيم المنزلي رح بتكون فوق بعض رح بيعطيني 2 صحيح و 68 جزء من 100 كيلو متر مربع الآن حبيباتي السؤال الرابع بيحكي لي لدى خياض 90 ألف سنتيمتر مربع من القماش قصة منه 2.5 متر مربع لأحد الزبائن كم متر مربع من القماش بقي عنده طبعا كلمة قصة تعني أنه في عندي عملية طرح وأيضا كم متر تبقى عنده وأيضا تدل على أنه العملية طرح لذلك رح بنقول 90 ألف سنتيمتر مربع ناقص 2.5 متر مربع طبعا ما بصير أقوم بعملية الطرح بدون ما أوحد الوحدات لكن هو فارض لي بالسؤال أنه أنا لازم أوجد الإجابة النهائية بالمتر المربع لذلك مضطرة أنا أحول السنتيمتر المربع إلى المتر المربع طبعا من سنتيمتر مربع إلى متر مربع بلاحظ أنه أنا أنزل العدد وهو 90 ألف وبالتالي رح بتكون العملية قسمي لأني أنا رح أطلع الدرجة طلوع وبالتالي رح أقسم على عاملين لأني طلعت درجتين قيمة هدول العاملين هو 100 ضرب 100 لأنه حكينا إحنا الإشارة بين العوامل دائما ضرب وبالتالي 90 ألف تقسيم 100 ضرب 100 يعني كأني بقول 90 ألف تقسيم 10 ألف اللي هي هون هدول العاملين مع بعض وبالتالي رح بيطلع معاي 9 متر مربع إذن 90 ألف سنتيمتر مربع تساوي 9 متر مربع ناقص 2.5 متر مربع اللي هي هاي هون نازلتها زي ما هي لأني ما اشتغلت فيها إشي وزي ما قلنا رح بنلدت بالأعداد بطريقة صحيحة بحيث تكون الأعداد الصحيحة فوق بعض ومنازل الأجزاء فوق بعض رح يطلع معاي 6.5 متر مربع من القماش بقيا عندهم الآن حبيباتي بيقولك ناقص صحة العبارة الآتية مبررا إجابتك لدى مزارع أرض مساحتها 3.5 كيلو متر مربع زرع منها 2.500.000 متر مربع فبقيا من أرضه 1.5 كيلو متر مربع من دون زراعة الآن رح بنقوم بعملية الطرح إحنا لحتى نتأكد إنه هاي الإجابة اللي نتجت معها صحيحة أم لا أول خطوة بلزمنا درجة تحويل المناسبة اللي هو بيحتوي على الكيلو متر المربع والمتر المربع والآن انتبهي عليه يجب التحويل إلى كيلو متر مربع ليش؟ لأنه هو عاطيني النتيجة بالكيلو متر المربع لذلك هدول الأمتار المربعات رح أطر أحولهم إلى كيلو متر مربع عن طريق القسمة على مليون وبالتالي رح نقسم رح يعطيني 2.5 كيلو متر مربع وبالتالي أنا عندي أصلا 3.5 كيلو متر مربع رح أشر منها 2.5 كيلو متر مربع رح يتبقى عندي 1 كيلو متر مربع إذن تبقى لديه 1 كيلو متر مربع غير مزروعة وليست 1.5 كيلو متر مربع من دون زراعة الآن حبيباتيك منكون أنحينا درس التحويل بين وحدات قياس المساحة أتمنى ترجع تحلي الأسئلة وتحلي الواجب اللي أعطتك إياه في الدرس وتبعتيلي إياه على الواتساب ويعطيكم ألف عافية